مازلنا مع حضراتكم كمان في التاسعة وبنتابع معاكم مباراة مصر اتخذ مصر والكاميرون وفاضل دقيقتين وبعد كده ان شاء الله هنلعب اكسترا تايم ومازلنا بنشجع مصر بقلوبنا والحقيقة يعني اللعيبة المصريين رجالة يعني زي ما انتم شايفين حتى الملعب وانتم تابعين شايفين لما حتى حد بيلعب كرة أو بيباسي بتطلع الارض معايا يعني واضح ان الارض كمان يعني غير ممهدة فبتلاقي الجزم كلها بتطلع الطين بتاع الارض فالحقيقة هما بيلعبوا في ظروف صعبة جدا يعني من التحكيم للارض للاجواء يعني لدرجة ان هما لبسوا احزاية المطر حتى وهم بيلعبوا واضح ان الملعب كمان مش ملعب مؤهل للدرجة دي فده في صعوبة كبيرة فيه برضو اصابات كتير فيه عنف فيه يعني يعني فيه يعني مسكين الفرقة بشكل كبير لكن مازال عندنا امل الكرة جوال ومازال عندنا امل واللي بيهمنا انه اللعيبة الحقيقة قدموا اداء رائع من المباراة كودفوار ومباراة المغرب ومازال يقدمون الحقيقة اداء رائع وربع ساعة الاخيرة كان فيه ضغط من المنتخب المصري بنتمنى انه في الاكسترا تايم نقدر نعمل حاجة واحنا مازلنا بتابعين معاكم اكيد على الهوى كلنا زيكم عصابنا وكلنا بنشجع مصر والمهم ان احنا نخرج بمنتخبنا الرجالة اللي هما قدروا يكونوا قد الموقف ونلعب كورة محترمة كورة فيها منافسة طيب الحكم طرد كيروش مدرب المنتخب واضح طبعا لان كيروش طردوا اهو زي ما بيقولوا واضح لان انتم شايفين من البداية كيروش كان عصبي واقف الحقيقة لانه طبعا هم مستفزين الحقيقة بقالهم كزا يوم من اول اتو والكلام والاتقال والتدريبات بتاعت المنتخب لما لقوا انه فيه طيارة درون بتحاول تشوف التدريبات فكيروش دخل للمنتخب جوه يعني هي حاجات كتيرة جدا جدا بنتمنى ان ان شاء الله الاكسترا تايم نشوف ايلا هيحصل فيه عموما هنتابع مع حضراتكم